كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور إلى درب الهدى والخير يهدي وللجنات يوصل من يسير كتاب الله كتاب الله للأرواح بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى أهله وصحبه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين أحبة في الله مشاهدي الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِلْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْثَمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنَّ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ فيخبر سبحانه وتعالى أنه لا بد أن يبتلي عباده بالمحن ليتبين الصادق من الكاذب والجازع من الصابر وهذه سنته تعالى في عباده كما قال سبحانه وتعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين إلى آخر الآية طبعا سنتحلت في هذا الموضوع ونتوسع فيه بمرافقة الأستاذ الشيخ أبو حنيفة مرحبا مرحبا أستاذ السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه المجاهدين الكرام جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله هذا الآيتين الكريمتين أستاذ عبد الرزاق الآية الأولى على كل حال أنا نحاول أن نركز على الآية الثانية نعم الآية الأولى وهي قوله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَلَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِرِ الصَّابِرِينَ الله عز وجل أخبر أنه سيبتلي عباده ولكن بشيء وهذا من رحمته يعني ببعض فقط ببعض يعني شوف بشيء من الخوف العلماء قالوا الخوف نوعان كان خوف عام وخوف خاص على مستوى الأفراد الخوف العام كما الخوف تعالي الحروب وتعالي الفتن كما هذا الوقت الذي يرانا فيه تعالي الوباء الذي أصاب وهذا ابتلاء طبعا هذا ابتلاء هذا ابتلاء مع أنه خوف عام ومع ذلك هو شيء فقط لأن رحمة الله سبحانه وتعالى واسعة والله عز وجل يبتلي عباده المؤمنين عليه من أجل أن يرجعوا ومن أجل أن يتوبوا ومن أجل أن يتضرعوا نعم الله عز وجل في نهاية الآية الأولى ماذا قال؟ قال وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ نعم الذين من هم الصَّابِرون؟ الصَّابِرون الذين راضوا بما قدره الله من ابتلاءات بشيء من الخوف والجوع الجوع ممكن تجي مثلا الجفاف تجي مثلا قحط ممكن إنسان مثلا يصاب بالفقر ويحتاج إلى المال كل هذا تدخل في المضمونة على الآية ونقص من الأموال والأنفس والثمرات تدخل فيها الموت إنسان يموت لوليده ويموت لقاريبه يموت لكذا يموت لكذا ثم قال تعالى وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ والأموال أيضا والأموال إنسان يسترقلوا ماله إنسان تتحرقلوا المزرعة وإنسان يخسر في التجارة هذه كلها ابتلاء وتقدير من الله عز وجل كما قال تعالى وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ لكن الله عز وجل ماذا قال قال وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ يعني كل واحد ابتلية في بدنه ابتلية في ماله ابتلية في ولده صارت له مصيبة صارت له كذا رب العالمين بشروا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين صلوا عن النبي عليه الصلاة والسلام من هم هؤلاء الصَّابِرون يا رب العالمين الذين إذا أصابتهم مصيبة لأن الصبر كان صبر نوعان كان صبر اضطراري وصبر اختياري الصبر الاضطراري هذا يدخل فيه الكافر والمؤمن وحتى الكافر ذكره مخبي في داره وخايف من كورونا والمؤمن مخبي في داره لكنه صابر ومحتسب وينتظر الفرج من الله الصبر تعالي المؤمن صبر اختياري يتقرب به إلى الله يدي به الأجر الصبر تعالي الكافر صبر اضطراري مع أنه ما يدير لكنه لا ينتظر لا الثواب من الله ولا الأجر من الله ولا الفرج من الله قال وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ كَالَوْمَا لَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهَ رَاجَعُونَ شوف أستاذ عبداللسلق هذه سموها الاسترجاع إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهَ رَاجَعُونَ رَاهَا لازمنا حتى احنا في هذا الوباء نكثر من كلمة إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَعُونَ بعض الناس يظنوا أن كلمة إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلِيهَ رَاجِعُونَ نقولها غير في الموتبرك وهذا خطأ كبير هي كل ما يحدث لك شيء يعني كل شوف كل مصيبة أي مكروه أي مكروه أي مكروه لازم تقول عليه إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلِيهَ رَاجِعُونَ لذلك الله عز وجل أعقبها بقوله أولئك عليهم صلاوات من ربهم ورحمة وأولئك هم مهتدون شوف الإنسان اللي كثر من إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلِيهَ رَاجِعُونَ عنده ثلث فوائد يصلي عليه رب العالمين ويرحمه رب العالمين ويهديه رب العالمين سبحان الله لا إله إلا الله وصلاة الله على العبد هي ثناؤه عليه يثني عليك رب العالمين اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين اللهم اجعلنا من الذين اللهم اجعلنا من الذين تباهي بهم ملائكتك يا رب العالمين هذا من صلاة الله على عبده أنه يباهي به ويثني عليه ويرحمه ويهديه ثلاث حويج هذا بسبب أن الإنسان يقول إن لله وإن إليه رجعون سواء كانت إن لله وإن إليه رجعون متعلقة بالموت ولذلك جاء في سنن الترمذي من حديث أبي موسى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مات ولد العبد قال الله للملائكة وهو أعلم بهم هل قبضتم روح ولد عبد فيقولون نعم فيقولون هل قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون لعم فيقول الله تعالى وماذا قال عبدي وهو أعلم به فيقولون يا رب حميدك واسترجع يقول الحمد لله وإن لله وإن إليه رجعون وهذه بشارة لكل أم فقد توليده بشارة لكل أب فقد توليده بشارة عظيمة كل من فقد عزيز عليك كل من فقد هذه خاصة بالولد يقول الله عز وجل للملائكة أبنوا لي عبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد ما شاء الله هذه بالنسبة للاسترجاع لما يكون الإنسان متعلق القضية والمصيبة بالموت نعم لكن ليس شرط تكون مصيبة الموت إنسان دار حادث مرور وخسرت له السيارة بتاعه إن لله وإن إليه رجعون إنسان سرقوا له الهاتف تاعه كم بزاف لي يسرقوا له من الهوات كثير يعني أكثر الناس أموال تسرق يقولك سرقوا له الهاتف شوف ما تبكيش على الهاتف نعم اللي سرقوا لك أو يخدم عليك رأى في ميزان حسنات أنت يا أكثر من قولي إن لله وإن إليه رجعون يا إما الهاتف تاعك يرجع لك من بعد نذكر الحديث يا إما الله عز وجل يخلف عليك بما هو أحسن منه اللهم أجرني في مصيبتي سيدنا صفوان من بعد نجيبه الحديث هذا خيرا منها نعم اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خير منها شوف صفوان بن معطل رضي الله عنه وارضاه لما كان تخلف عن جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنه وارضاه لما كان نبي عليه الصلاة والسلام ماشي مع الجيش في الليل وقت الله عائشة خرجت تحوس على وحدة العقد خرجت تبحر لها العقد التاحة قاعدت تحوس عليه ما لقاتوش كي رجعت القاتم الجيش راح هما كانوا الظنين أن عائشة راها راكبة في الهودج نعم هذك الباصور اللي يديروه فوق الجمل الهودج معروف وش قالت عائشة ويسميوها بالعامية الجحفة نعم بارك الله فيه كان يسموه الباصور وكان المهم اللي يديروه فوق الجمل عائشة رضي الله عنها وارضاها وش قالت قالت الآن لما يوصلوا المدينة وما يلقونيش يرجع الصحابة عن بلهم عائشة راكبة في الهودج تقول فتلففت في جلبابي واضطاجعت رقدت في المكان هذك رضي الله عنها وارضاها فجاء سيدنا صفوان بن معطل شوف كيشف عائشة ما قالها لسلام عليكم ما نوضها من نوم الحاجة اللولة اللي قالها كيخسر في عائشة قال إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ لماذا؟ سيدنا صفوان عرف بللي ذرك إلا كانت دعائشة معاه المنافقين راح يتكلموا في العرض التاح معناها إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ الإنسان يقولها حتى لما يحسره بللي راح يقع في مصيبة يعرف بللي راح وحد المصيبة بداية حدوثها لذلك ربي عز وجل بشره وبشر عائشة في صورة النور أُولَئِكَ مُبَرَّأُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمَّ أَغْفِرَةٌ وَرِزْكٌ كَرِيمٌ ذكرتني أنت بالحديث نذكره بعدما نصله عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا حديث أم سلمة لما قالها النبي عليه الصلاة والسلام هذه أم سلمة كانت منزوجة بسيدنا أبو سلمة أبو سلمة وهي كانت زوجة لأبي سلمة ثم تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موت أبو سلمة وأبو سلمة ذا خور رسول عليه الصلاة والسلام من الرضاعة رضاعته حليمة رضاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم من حليمة لأن حمزة رضاعة معه من ثويبة فرضاعة معه من حليمة السعدية رضي الله عنها وأرضاه أبو سلمة هذا يحكي قبل ما يموت يحكي الحديث انتع المصيبة تعالي استرجاع تعالي إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ لِهِ رَاجِعُونَ يحكيه لزوجة أم سلمة هي تقول رضي الله عنها وأرضها أن أبو سلمة أخبرني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من عبد تصيبهم مصيبة فيقول اللهم أجرني فيقول إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَّهِ رَاجِعُونَ اللهم أجرني في مصيبة وأخلف لي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلفه الله خيرا منها هي تقول رضي الله عنها وأرضها فكنت أقول وَمَنْ يَكُونُ أَفْضَلْ مِنْ أَبِي سَلَمَةِ هي بقات حافظ الحديث لما قتل أبو سلمة مات شهيدا هي تقول في نفسي تذكرت الحديث انتع إنسان كي تصير له مصيبة يقول اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَّهِ رَاجِعُونَ اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها تقول فتذكرت الحديث ثم قلت وَمَنْ يَكُونُ أَفْضَلَ مِنْ أَبِي سَلَمَةِ إنه أول أهل بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هي لم تكذب النبي عليه الصلاة والسلام وإنما هي كانت تستعظم أمر زوجها كانت القدرة أبو سلمة كان قدر عظيم هو أول بيت هاجر صاحب الهجرتين هو هاجر إلى الحبشة مرتين هاجر ومن بعد سمع بليه كفارهم دخلوا في القوريش دخلت في الإسلام أرجع ومن بعد زاد عود رجع وزاد هاجر إلى المدينة وقتل شهيدا قالت فلما انتهت عدتها أرسل إليها النبي عليه الصلاة والسلام مع حاطب ابن أبي بلتعى يخطبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم تقول فعلمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من أبي سلامه تقول فأرسلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقلت له يا رسول الله أنا عندي بنت وأنا امرأة كبيرة في السن وأنا غيور فقالها أما السن فقد أصابني ما أصابك أصابني منه ما أصابك منه قعر نكباء وأما البنت فأدعو الله عز وجل أن يغنيها عنك وأما الغيرة فأدعو الله تعالى أن يذهبها محل الشهد يا أستاذ عبد الرزاق بعدما صلوا عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يتعلم إن لله وإن إلي راجعون ويكثرها يكثر منها خاصة في هذا الوقت الذي ران فيه المرأة التي طلقت ظلما وعدوانا لا تقعش تبكي على الماضي لها رب سبحانه وتعالى لها رب سبحانه وتعالى بشارها في القرآن فقال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إلي راجعون كل إنسان صارت له مصيبة إنسان مرض راح له الصحة إذا أنت أفقدت شيء عزيز وهي الصحة ما تبقاش تبكي وتقول الأيام اللي فاتت وكذا لا 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 وإنما قل إنا لله وإنا إلي راجعون قلوا اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها رب العالمين يعوضك خير من الصحة اللي كانت عندك والمرأة هذه يعوضها أحسن من الزوج اللي كان عندها والإنسان اللي سرقوا له السيارة ولا سرقوا له المحل وقال إن الله وإنا إلي راجعون واستعصن بالله ولجأ إلى الله وأحسن الظن بالله وأكثر من هذا الدعاء اللهم أجرني في مصيبتي شوف يطلب التعويض الدنيوي والأخراوي أجرني الأجر العظيم عند الله عز وجل في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها والفضل تع ربي عز وجل واسع سبحانه وتعالى لا إله إلا يعني شوف هذا التأمين على أموالك بارك الله هذا هو التأمين الشامل هذا هو التأمين الشامل بضبط ليس تأمين الدنيا ولكن تأمين نعم تأمين الواحد الأحد سبحانه وتعالى هيا أستاذ الآن نروح إلى بعض الأسئلة التي وردتنا في صفحة الفيسبوك لقناة نوميديا هذا أحد المتتبعين للحصة يقول أكلت العام الماضي يوما من رمضان متعمدا ولكن ندمت على ذلك ماذا أفعل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والله الحمد لله أنه ندم ندم معنى أنه تاب ومن تاب تاب الله عليه فأول شيء لازم الإنسان يقوم به لأن لماذا أستاذ عبدالعزق لأن هذا أركان الإسلام لا بد من تعظيمها ربي عز وجل يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب نعم شعائر الله لا بد لها من تعظيم هذا الإنسان أخطأ ولكن يحمد الله عز وجل أن الله عز وجل أبقاه حيا إلى هذا العام وأنه ندم وأنه تاب أول حاجة يديرها الإنسان يأكل رمضان أنه يتوب إلى الله عز وجل يستغفر ويندم ويعزم على أن لا يرجع إلى ذلك الفعل الشيء الثاني يلزمه القضاء والكفارة يلزمه القضاء والكفارة يلزمه القضاء والكفارة عند المالك يلزمه القضاء والكفارة يعني شوف يقضي اليوم ذلك اللي يصومه والكفارة هي إطعام هو الكفارة شوف هي الكفارة على كل حال عتق رقبة غير موجود لأنه كما في الصحيحين من حديث أبي هوري رضي الله عنه ورده لأنه كل الذين يتكلمون عن ترتيب ما يترتب عن الإفطار بالعمدا يستندون إلى هذا الحديث نعم لما جر رجل النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله وقعت على أهلي وكذا قالوا أعتق رقبة هل تستطيع أن تعتق رقبة قال لا أستطيع هل تستطيع أن تصوم شهرين قال لا أستطيع قال هل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا قال لا فجاءه التمر وأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام التمر وقالوا أطعمه ستين مسكينا المهم هذا الإنسان هذا بماذا نفتيه نفتيه أنه يطعم ستين مسكينا هذا اليوم هذا من طعام من طعام ما الطعام الذي أكله وإلا خرج دقيق دقيق مع شوية إيدام زوج كيلو مئة كرام على كل يوم على كل مسكين في الحصة القادمة إن شاء الله نزيل الوضح أكثر ولكن الآن نكتفي بهذا القدر على أن نلتقي في الحصة القادمة بحول الله شكرا لكم على المتابعة وحسن الإصغاء أستدعكم الله الذي لا طريع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور إلى درب الهدى والخير يدهي وللجنات يوصل من يسير كتاب الله كتاب الله للأرواح نور